وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة أهل البلاد المفتح حفظه الله رعا إلى روسيا الاتحادية قام جلالته بزيارة إلى المعرض الروسي العسكري الجيش 2016 في مدينة كوبينكا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وكان في مقدمة مستقبل جلالته لدى وصوله إلى موقع المعرض نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون المجمع العسكري ديمتري راقوزين ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ولدى وصوله جلالته إلى المعرض عزف السلام العسكري ثم قام جلالته حفظه الله باستعراض حرس الشرف الروسي الذي استفى لتحيات جلالته بعدها قام جلالة الملك المفدى يرافقه المسؤولون الروس بالاطلاع على المعدات العسكرية المعروضة التي تضمنت أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الروسية حيث شاهد جلالته منظومة الدفاعات الصاروخية والجوية اس 400 التي تعتبر من أحدث المنظومات الروسية كما اطلع جلالته خلال الجولة على الدبابة أرماتا التي تعد أحدث دبابة روسية بعد ذلك عقد جلالة الملك المفدى محادثات رسمية مع نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون المجمع العسكري تم خلالها استعراض أوجه التعاون بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وذلك في مجال علوم الفضاء مؤكدا جلالته ضرورة الاستفادة من الخبرات الروسية وبما يحقق احتياجات مملكة البحرين واتطلعاتها المستقبلية في هذا المجال وفي ختام زيارة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمعرض الروسي العسكري الجيش 2016 تفضل جلالته بالتصريح التالي يسعدنا أن نعرب عن بالغ التقدير للدعوة الكريمة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وزيارتنا لهذا البلد الصديق وخالص الاعتزاز بما يربطنا وبلدكم من علاقات تاريخية وطيدة تتسم بالتطور المستمر والتنوع المميز الذي يثري هذه العلاقة ويزيد من ثمارها سواء على صعيد العلاقات الثنائية المشتركة أو من خلال التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق المتواصل إزاء القضايا الإقليمية والدولية ساعدنا اليوم بالمشاركة في هذا المنتدى الهام والذي أعطانا الفرصة للإطلاع عن قربنا على مواصلة إليه التقنية الروسية العالية في مجال التصنيع الدفاعي من تطور ملحوظ ومتقن يعكس مدى الخبرة الطويلة والرفيعة لروسيا الاتحادية في هذا المجال مؤكدين اهتمامنا وسعينا الدؤوب ومن خلال ما يربطنا مع روسيا الاتحادية من تعاون وثيق في هذا المجال على مشاركة الوفود العسكرية البحرينية في هذا المنتدى لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الروسية العظيمة في المجال العسكري الهام نتقدم بالشكر والتقدير لوزارة الدفاع الروسية على تنظيم هذا المنتدى الذي يضم كبرى شركات التصنيع الحربية بالإضافة إلى أعتد الخبرات ومراكز الدراسات وبيوت الخبرة المتخصصة في المجال العسكري الهام للجميع متمنين لهم كل التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة من تنظيم المنتدى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة